تسعى الدولة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر لا سيما قطاع التعليم العالي لمواكبة المستجدات في سوق العمل وتعد جامعة الجلالة بمحافظة السويس من بين أهم الجامعات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة لتحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من تخصصات علمية متروعة سبعة مبادئ أساسية جاري العمل على تطويرها للارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر اندمجت سويا ليتم تطبيقها في الجامعات الأهلية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها عام 2014 لتجمع بين التعليم الحكومي والساعات المعتمدة وعلى رأسها جامعة الجلالة بمحافظة السويس برامج هنا مشى بالنظام الساعات المعتمدة كلها مش مشين بأي حاجة تانية النظام الساعات المعتمدة بالضبط النظام الأمريكاني وكمان هنا عندنا الكرسات والمقرارات اللي منديها للطلبة في الأسنان مثلا حكلم عن الأسنان بالذات الطلبة بتوعي بيبتدوا يشتغلوا في العيادات في وقت بدري جدا يعني أنا الأول بدربوا في المعامل وبجيب له حاجة زي بالضبط كأنها البني آدم مش بس الأسنان بكل حاجة بالعظم بكل حاجة بتاعتها وهو بيبتدوا المرأة عليهم مدة سنتين أبني ما دخلوا على العيادة أول ما بيدخل العيادة بيبتدوا بقى يشتغل على المرضى فعل جامعة الجلالة هي منقولة جامعات الأهلية المصرية الجامعات الأهلية هي جامعة بتشتغل بنظام الساعات المعتمدة وده بيؤدي إلى خريج متميز مواكب لسوق العمل يعني إحنا وإحنا بندرب الطلبة أو بنعلمهم في الجامعات الجلالة بنبقى عنين على سوق العمل علشان يطلع خريج هو عارف السوق محتاج إيه وبالتالي بيشتغل بناء على ده جامعة الجلالة الأهلية التي أقيمت على أكثر من 170 فدانا تحتوي على 13 مجالا دراسيا بقوة 41 برنامجا دراسيا كل منهم يهتم بالجانب العملي للتعليم والتدريب ليربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل فيمارس الطلاب مهنتهم وتخصصهم بداية من العام الدراسي الثاني بنظام المحاكاة الواقعية الجامعة عمتة الناس شايفة أنها هي حاجة جديدة حاجة أهلية بس ما شاء الله بتكونية عالية جدا بمستوى عالي مش تاي الموجود مثلا في الجامعات التانية الانشطة عمتة الموجودة برضو عندنا في الجامعة أو كده أو في السكن السكن عندنا السكن فندوق يهيل ودي ما حدش مفيش اتنين يختلفوا عليه حقيقة الجامعة الجلاة بتوفر لنا سبل الراحة على أكمل وجه بتوفر لنا أننا نبقى update ونبقى متطورين أكتر وأكتر بالسوق العمل بحيث أننا ما نتخرج نكون قادرين نواكب سوق العمل إحنا طبعا الجامعة من الأساس التأسيس بتاعها أنها تطلعنا دكاتها عايفين الأكتر نشتغل عملي وطبعا فيه تديب عملي هنا على طول إحنا عندنا في كلية طبق أسنان إحنا بنهتم بالجانب العملي بشكل كبير جدا إن إحنا بننزل في السنة تانية حاجة شبه العيادات وهي مرحلة ما قبل العيادات التعليم بقى أحسن بكتير ده غير إن أنا كل يوم فيه ناس بتساعدني والدكاتر بيساعدوني إن أنا أتقوم من نفسي وأتطور في التعليم بتاعي مجال زي البيوتكنولوج عندنا في الجامعة ومي بفرولنا فرص فيلد تريبس بره سواء جوة مصر أو بره مصر فيه مواد عندنا UR دي بيتأهلك لسوق العمل حاجات بتكون زي المهارات التواصل بتعليمك زي التواصل في سوق العمل وتكون مؤثر بشكل واضح أنا شايف أن الجامعة هنا ممتازة على أعلى مستوى من التعليم بيدربونا طبعا أنا باخد المحضرات نظري وبطبع عليها عملي للسنة الرابعة من دفتتاحها تستهدف الجامعة أيضا الكليات التكنولوجية الجديدة التي تواكب أحدث التطورات العلمية مثل الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي بالإضافة لعدد من بروتوكولات التعاون مع جامعات أجنبية للحصول على شهادات تنائية معادلة في ثماني مجالات فضلا عن استضافة المؤتمرات العلمية الدولية للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية